السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هعمل معاكم النهاردة فيديو جديد عن اعادة تدوير البرتمانات جبت برتمان وغسلت كويس جدا وحطت عليه شمع كده زي ما انتم شايفين وبعد كده هلزع عليه شريط الدنطيل ده من فوق والشريط ده بيباع رخيص مش غالي في محل الخردوات بلفه كده عليه وزيادة دي بقصها وهعمل الجزء اللي تحت برضه بسبته الاول بالشمع وببتدي ان انا الف عليه واي زيادة كده بقصها وبعد كده جبت خيط خيش ده برضه بيتجيب من محل الخردوات قطعت حتة صغيرة وهعمله كده في يمكن يبقى بالشكل ده وهلف برضه الخيط ده من تحت في اخر البرتمان كده خالص وده لولي ان هو بيبقى نص حطيته كده على البرتمان من فوق بالشكل ده ممكن تستخدمه كفازة وتحطه في ورد او تجيبه الشمع اللي هي بالحجارة وتحطوها كده في البرتمان دي كور حلو قوي او ممكن تحطوه على الرخامة وتحطو في الادواب بتاعت المطبخ بيكون كده بالشكل ده ودي كده اول فكرة عملتها من البرتمانات ودي كده تاني فكرة بدهن البرتمان كده زي ما انتم شايفين الاخضر اللي انا بدهن بي دهان بلاستيك ابيض عليه شوية لون اخضر وفضل تزاود في اللون الاخضر لحده موصل للون الخلفية اللي في السورة اللي قدامكم بدهنه كده بالرولة دي واللي مش موجود عنده الرولة ممكن يستخدم حتة سفينجة صغيرة بدهنه كده كويس جدا وبعد كده بدهن الغطى انا دهنت البرتمان ودهنت الغطى عشان عايزة لون السورة يبان معي بعد اما لزقها وبعد كده ما دهنتهم كويس جدا هسيبهم ينشفهم وده كده شكل البرتمان لما نشف وده الغطى ودي الصورة نزلتها كده بالشكل ده بالمقس العادي انا عايزة الزق حتة هنا على البرتمان هاخد نصها بس بقص النص كده وبعد كده هلزقها الابيض ده ورنيش مائي اللي استخدمته معيك وقبل كده 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 حطت كده على البرتمان ولزقت السورة عليه وبعد كده حطيت ورنيش مائي على السورة من بره وهزبها تنشف وهعمل الغطى دي صورة برضه قصتها على قد الغطى بتنزل كده بالشكل ده خدت دايرة كده فيهم وهلزقها على الغطى بلزقها بنفس الطريقة برضو بتاعت البرتمان بحط ورنيش وبالزق عليه السورة وبفضل ادوس عليها كده بايدي عشان لو فيه اي فراغ هوا ولا حاجة تحت السورة يطلع واحط عليها ورنيش بالطريقة دي كده من جوة السورة على بره هحط عليها كلها وبعد كده هستخدم ايدي عشان هنزل الاطراف بتاعت السورة وبعد كده هسيبهم ينشفوا شكلهم لما نشفوا ممكن تقفلوا الغطى وتستخدموا دي كور هلف عليه خط خيش بثبته بالشمع بلف كده عليك ملفة مش هلف كتير عشان لو حبيت ان انا اقفل الغطى يبقى بالشكل ده وعملت كده في يونكا من الخيط انا هستخدمه وحطه على الرخامة حطيت كده في ادوات المطبخ ولو اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وبتفعلوا الجرس وطبعا ما تنسوش اللايك والشير واللغة ممكن تعملوا برواز وتعلقوا على الحيطة ودي كده كانت الافكار معي من البرطونات اتمنى ان هي تعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة